موسيقى موسيقى أصعد الله أوقاتكم وشاهدنا الكرام وإليكم أهم وأبرز ما قالت الصعف العربية الصادرة اليوم وما تناقلته المواقع الإخبارية المحلية من أحداث وقضايا والبداية من موقع يمن مونتر والذي قال إن أكثر من عشرة دبلوماسيين أجانب يتواجدون في العاصمة السعودية الرياض من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن بموجب الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة مؤخرا وطالبت المجتمع الدولي بدعمها وحسب مصادر مقربة من الحكومة اليمنية والدبلوماسيين آخرين فإن الجهود ضاغطة على الرئيس وحكومته من خلال بعض المبعوثين للدول الثمانية عشر الرعية للسلام في اليمن لقبول خطة سلام تابعة للأمم المتحدة وقال أحد مساعد الرئيس هذه لصحيفة جولف نيوز الإنجليزية ونقلها يمن مونتر للعربية إن هناك ضغوطا من بعض الدول لقبول الخطة لكن الرئيس وحكومته لن ترضخ للضغوط بالموافقة على خطة تكافئ الإنقلابيين فيما قال أوليغ أوزيروف سفير روسيا لدى المملكة العربية السعودية إن الأطراف اليمنية لا تجد الحلول السياسية والسلمية لذلك فإن موسكو تدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوصول إلى الحل المنشود وكشف أوزيروف أن السفير الروسي في اليمن وصل الرياض المساعدة من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية جنبا إلى جنب مع أكثر من عشرة دبلوماسيين آخرين موقع الموقع بوست ترجم أحدى البواد المنشورة في الإعلام الأمريكي والتي تحدثت عن هجمات ميليشيا الحوثية على حركة الملاحة البحرية وعنوان الموقع محلل عسكري أمريكي يشرح خفايا وأبعاد استهداف كلاء إيران في اليمن لسفن واشنطن في باب المندب وتؤكد الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد السفن في مطيق باب المندب التي قام بها المتمردون الحوثيون بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وفقا للموقع استخدام إيران الكلاسيكي لأكلائها لغرض توسيع أجندتها السياسية حيث لم يشن المتمردون الحوثيون أي هجوم على القوات البحرية الأمريكية دون إذن مسبق من الإيرانيين وأن خلاف ذلك مجرد وهم ويقول الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمز ليون إن إيران تسعى للسيطرة على مضيق باب المندب الذي يمر عبره عشرة بالمئة من الشحن العالمي يوميا والذي سيؤدي إلى السيطرة على قناة السويس ويضيف إن السيطرة على المضيقين وأيضا على مضيق هرمز سوف يمكن الإيرانيين من السيطرة على جميع شحنات النفط العربية ووفق المادة التي نشرتها مؤسسة إيكورايس أن أميليا الأمريكية أن الحوثيين وبمساعدة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قاموا بإنشاء موقعين لرادار خارج ميناء المخى وميناء الحديدة التي تقع حاليا تحت سيطرتهم ووسقا لتقارير مختلفة فإن هذه المواقع كانت تعمل من قبل فرق الرادار والصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني التسوية المهدرة لفرص الحل والممهدة للدولة الطائفية تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أولاين وقال ياسين التسوية الهشة هي في الأساس فرض مسار لا يفضي إلى حل نهائي وثابت ولكن إلى مسار مراوغ يجعل اليمن عرضة لموجات أشد من الاضطرابات وإذا كان الحل الثابت والنهائي لاستقرار اليمن وتطبيق مخرجات الحوار وبناء دولة المواطنة وإبقاء اليمن في إطار محيطه العربي يكمن في ذهاب القيادة الشرعية كما اقترحت خطة والد الشيخ فليكن ولا أعتقد أن هذه القيادة ستتردد لحظة واحدة في إخلاء مواقعها لكن الحقيقة هي أن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار ستفرضها وفقا لهذه الخطة معادلات من شأنها أن تجعل البلاد كومة من القش في مهب رياح دولة المحاصصة الطائفية التي أقول وبكل تأكيد أنها ستكون المعادلة الموضوعية للتسويات الهشة تذكروا هذا الكلام جيدا إذا قدر لهذه الخطة أن ترى النور لست مع استمرار الحرب أنا ضد الحرب من الأساس وضد الأسباب التي قادت إليها الحروب الداخلية لا تنتج حلا لأي مشكلة والذين يتسببون في إشعالها كانوا عبر التاريخ هم أحطما في مجتمعاتهم من أجلاف ومغامرين لا تحركهم في هذا المسار غير مصالح فاسدة لكن الذي يعتقد أن هذا النوع من التسويات سينهي الحرب هو واهم في أحسن تقدير إن كل ما تؤدي إليه مثل هذه التسويات الهشة هو إغراء المشاريع المغامرة بالتمسك بالسلاح وتفجير الحروب طالما أنها تفضي في نهاية المطاف إلى تسويات تحمي مشاريعها وتوفر لها ضمانات الاستمرار ومن ثم انتقالها من طور إلى آخر بحماية السلاح العديد من العنوين وردت في موقع المصدر أونلاين بعدها أبادش التحالف تهاجم مواقع الحوثيين بالرشاشات في ميناء المخة وتلقي قنابل صوتية قال مصدر محلي في مدينة المخة على ساحر البحر الأحمر للموقع بأن مقاتلات الأبادش التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ألقت قنابل الصوتية في ميناء المدينة وأوضح المصدر بأن المقاتلات العمودية شنت هجوما على مواقع مسلح جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح بالرشاشات عقب دوي القنابل وتركز الهجوم على الميناء ومعسكر القطاع الساحلي ومن العنوين الواردة في الموقع عسيري لسي ان ان عربي صالح يهمه مصيره فقط وإيران تدير صواريخ الحوثيين حالات التهجير القصري الذي تقدم عليه ميليشيا الحوثي لم تتوقف ووفقا لموقع عدن الغد فقد أقدمت الميليشيا على تهجير مائة وخمسين أسرى من ريف تعز وأكدت مصادر محلية وحقوقية أن الميليشيات الإنقلابية أجبرت أكثر من مائة وخمسين أسرة ريفية من أهالي قريتي الديح والروض في الأطراف الشمالية لمنطقة الربيعي غرب مدينة تعز على ترك منازلها بعد أن قامت يوم الاثنين بتهديد الأهالي بالأسلحة وإنذارهم بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة وبحسب تلك المصادر فإن معظم هذه العائلات الريفية هي من الأسر الأشد فقرا والتي لم يكن ينقصها الدخول في مرحلة نزوح تضاعف من مأساتها في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه مختلف مناطق وأرياف تعز لن يذهب الحزن عقولنا تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحر مقالها المنشور في يمن مونتر وقالت الكاتبة في أجزاء من المقال لن يذهب الحزن عقولنا فما زالت تشير بأصابع الاتهام لمن يطمع أن يغلها لمن يريد تغييبها بكميات الفجائع المتسارعة على قلب الوطن ما زلنا قادرين رغم سديم الحقائق الضائعة أن نفكر ونقرر من هو قاتلنا وجالب القتلة أيضا للمشاركة في ولائم أوجاعنا ما زالت روائح إنجازاتكم التاريخية تزكم أنوفنا فكلها ضد هذا الشعب وكلها من أجل منافعكم المجاعة والجهل والمرض يشهد أنكم أنتم عدونا كيف ننسى أنكم اعتردتم طريق ثورة الشباب كي يهوذى حين اندس في حواري عيسى ليطعانه بخيانة الوشاية وأنتم قتلتم الثورة بوجودكم المندس فيها كالجذام لتلو عنق الحواري وتكسر الرقاب الشباب كيف ننسى ثورتكم من أجل ألف ريال لتنهب الخزينة وتسرق الدولة كيف ننسى تفشيكم في كل محافظة وكيف ننسى كل ضحايا تعز وعدا وكل مدينة لن تستطيعوا تمسى ذاكرة شعب مهما تفننتم في حبك ألاعبكم السياسية والإجرامية وتبادلتم أدوار الإدانة والتنديد مهما فرقتم دماء هذا الشعب بين الأطراف ستظل دماؤنا في أعناقكم نعم لقد أرق الأسى هذا الوطن كما أغرقته الصواريخ والمقذوفات ونسي الكثير في غمرة تبادل الاتهامات من السبب في القتل الذي يذهب ضحيته الأبرياء من الطرفين لكننا لن ننسى إلى موقع الوحدوي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية وقال محتجون يطالبون مدير أمن عدن بالإفراج عن المعتقلين وقال الموقع طلبت عشرات من النساء وأهار المعتقلين في مديرة عدن بالإفراج عن ذويهم الذين تم اعتقالهم دون أي مسوغ قانوني ورفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مبنى إدارة أمن عدن بخور مكسر للمطالبة لافتات نددت باختطاف أبنائهم ولافتات أخرى تناشد اللواء شلال بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجون الغير قانونية ونشد المحتجون مدير أمن عدن ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم لإيقاف الظلم والتدخل الجادي والسريع ومحاسبة المتسببين قائلين بأن أبنائهم دافعوا واستشهدوا دفاعا عن عدن وبينهم من أصيب بالجراح أثناء الدفاع عن عدن ما تزال التحذيرات من المجاعة في اليمن مستمرة خاصة بعد ازدياد الأرقام التي تنبئ بكارثة محققة وبهذا يعنون موقع الاشتراكينت أبراين اليمن على بعد خطوة من المجاعة وثمانين بالمئة من السكار بحاجة للمساعدة سيفين أبراين وهو منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والذي نقل عنه موقع الاشتراكين أن اليمن باتت على بعد خطوة واحدة من المجاعة وأن حوالي ثمانين بالمئة من اليمنيين باتوا بحاجة للمساعدة ويعانون من سوء التغذية وحذر منصق الأمم المتحدة من أن أكثر من سبعة ملايين شخص في اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء وهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة مشيرا إلى أن هناك تراجعا مروعا في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لملايين الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية قبل أن نصحبكم بين أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا بعد مرور يومين على تقديم إفادته إلى مجلس الأمن قالت صحيفة العرب الجديد إن الإفادة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم تكن اعتيادية بل جاءت في ظروف بالغة الأهمية والتعقيد بالنسبة لليمنيين وكشفت عن الموقف الدولي حيال أبرز التطورات الأخيرة في البلاد وما طرأ فيها من متغيرات فضلا عن كشفها عن أبرز ملامح خارطة الطريق المقترحة أمميا والتي دافع عنها المبعوث الأممي على الرغم من إعلانه أنه أبل أبلغ بطرق غير رسمية عن رفضها من قبل الأطراف وتقول العرب الجديد حاول المبعوث الأممي إظهر أكبر قدر من التوازن بإلقاء المسئولية على مختلف الأطراف وهو ما لاقى انتقادات من الإنقلابيين والحكومة الشرعية وكان لافتا أن ولد الشيخ لم يشير إلى الرفض المعلن من الحكومة للخطة التي قدمها وعوضا عن ذلك حاول الالتفاف بعبارة دبلوماسية بالقول أنه أبلغ بطرق غير رسمية أن الأطراف رفضت الخارطة الأمر الذي فسر بأحد احتمالين إما أن يكون تصريح ولد الشيخ مبنيا على تفاهمات غير معننة مع الجانب الحكومي سبقت الجلسة أو هو اللجوء إلى تعميم الرفض على الطرفين لتجنب ما يجعلها ترضي طرفان دون آخر أما صحيفة البيان الإماراتية فعنونت حول ردة فعل ميليشيا الحوثي والمخلوع من إفادة ولد الشيخ أحمد في مجلس الأمن وقالت هاجم الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي ورئيس وفدهم في مشاورات الكويت محمد عبد السلام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد واصفا إياه بالبوق الإعلامي التابع للتحالف وقال عبد السلام في أول رد على إحاطة ولد الشيخ أمام مجلس الأمن إنه تجاوز دوره كوسيط أممي وافتقد الحياد وقام بدور التضليل عن الواقع كما أعلن المبعوث الأمريكي كذبه بحديثه عن استهداف مكة ما يثبت أنه مجرد بوق إعلامي لدول التحالف وكان صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي للإنقلابيين قد انتقد ولد الشيخ أحمد قائلا إنه لا يشرفه الالتقاء به لأنه مجرد ناقل وسائل لدول التحالف ومنفذ لأجندتهم باليمن أما صحيفة الاتخاذ الإماراتية فنقلت عن قناة سكاي نيوز عربية عنوان الحوثيون يضعون محافظة الحديدة قيد الإقامة الجبرية قالت الصحيفة وضع المتمردون الحوثيون محافظة الحديدة الموالي لهم حسن الهيج وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع الصالح قيد الإقامة الجبرية في العاصمة اليمنية أكدت مصادر محلية لقناة سكاي نيوز عربية الإخبارية وجود خلافات بين محافظة الحديدة والمسؤول الأول للحوثيين في المحافظة الساحلية الغربية بسبب دعوة الأول لوقف الحرب ومطالبته بتوريد بتسليم إيرادات المحافظة إلى حساب المجلس البحلي وأضافت أن مطالب المحافظة الهيج دفعت الحوثيين إلى استدعائه إلى صنعاء ومنعه من العودة إلى الحديدة التي تعد ثاني أهم موانئ البلاد الانتخابات العرجاء تحت هذا العنوان كتب مؤلف حديث الممانعة والحرية بدر الإبراهيم مقاله المنصور في العرب الجديد وقال في أجزاء منه لم تنتج التجربة الانتخابية في البلدان العربية الكثير ربما لأن صلاحية هذه المجالس ليست واسعة بما يكفي لتحقق منجزا لكن الأهم أنها تجربة معبرة عن غياب الأحزاب والتجمعات السياسية الحديثة وعن الفشل في إنتاج هوية وطنية حديثة ومواطنة متساوية ودفع الناس إلى الارتماء في أحضان طوائفهم وعشائرهم تجري الانتخابات بعيدا عن أي برامج عمل تطرح لصالح كل المواطنين وخارج التسليم بتمثيل المرشح للمواطنين جميعا إذ أنتم المرشح لفئة معينة يمثلها في البرلمان أمام المرشحي الفئات الأخرى ليس حسم مسألة الهوية الوطنية والمواطنة ترفع بل هو أساس قيام أي ديمقراطية وأي عملية انتخابية فاعلة وإذا لم تكن الأرضية التي تقوم عليها الانتخابات جاهزة بالحريات الأساسية في الديمقراطية وترسيخ التعددية وحسم مسألة الهوية الوطنية والمواطنة المتساوية فالنتيجة تكريس الواقع القائم في أفضل الأحوال وتحويل الانتخابات والمجالس التي تفرزها ساحة لصراعات الهوية في غياب التكتلات الحديثة وتصدر تشكيلات عشائرية وطائفية المشهد التفصيل والاختزال يجعلان الانتخابات حلاً لكل الاشكالات القائمة وطرحها بهذا الشكل هو اختزال للديمقراطية ذاتها كما أنها لا تنهي الاستبداد والفساد بالضرورة بل يمكنها أن ترفدهما فالمسألة تتعلق بالأرضية التي تجري عليها الانتخابات والقواعد والتوافقات السابقة على إجرائها وهذا نقاش أساسي لا يمكن تجنبه بتسخيف الحديث عن الجهوزية فتجارب الانتخابات البرلمانية الفاشلة أمامنا ولا مناصة من التدقيق في أسباب تعثرها فتجارب الانتخابات البرلمانية الفاشلة أمامنا ولا مناصة من التدقيق في أسباب تعثرها صحيفة الحياة كتبت في موضوع غزى الرأي العام العربي وهو قضية بائع السمك في المغرب حيث قالت الصحيفة إن المدعي العام في محكمة استئناف الحسيمة في المغرب أحال 11 شخصا إلى قاضي التحقيق بتهمة القتل غير العمد على خلفية قضية طحن بائع السمك محسن فكري الذي صحقته شاحنة النفايات في مدينة الحسيمة شمال البلاد وجاء في بيان صادر عن المدعي العام أن المتهمين وبينهم رجلاء أمن ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري ورئيس مصلحة الطب البيطري ملاحقون بتهمة القتل غير العمد والتزوير محرر رسمي والمشاركة فيه إلى ذلك تواصلت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة حيث انضم طلاب المدارس الثانوية إلى الاحتجاجات وعتصم آلاف المتظاهرين في وسط المدينة مطالبين بالقصاص من قتلة محسن فكري وتصاعدت مطالب المحتجين بمعاقبة المسؤولين وعدم الاكتفاء بمحاسبة من هم دونهم من المسؤولين الخبر الأكثر رواجا ورد في صحيفة القدس العربي الأردن يعلن دورات مجالية وإلزامية للأزواج الجدد وقالت الصحيفة إن قاضي القضاء في الأردن أثار سيلا من الجدل عندما أعلن عن إلزامية الدورات التي ستعقد لاحقا للمقبلين على الزواج من الأردنيين وحسب الصحيفة فإن هذه الدورات ستصبح قريبا أحد شروط عقد القران من قبل دائرة القضاء أو القضاء الشرعي وكانت دائرة قاضي القضاء قد أعلنت نيتها إطلاق برنامج التأهيل قبل الزواج مستهدفة فئة عمرية معينة خلال عام 2016 إلى 2017 للمساهمة في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها خاصة بعد ارتفاع النسب وعدد حالات الطلاق تتابع الصحيفة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الطلاق في المملكة بحيث ترتفع في كل عام ألف حالة عن العام الذي يسبقه وفق ما كشفت عنه الإحصائيات صدام الطائفيات الوجه السائد لصدام الهمجيات في البشرق العربي الراهن تخت هذا العنوان كتب اللبناني جلبير الأشقر مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال في جزء من المقال تخطو أوضاعنا خطا سريعة نحو تحقق المشروع القديم الرامي إلى تفتيت المشرق العربي إلى كيانات طائفية متناحرة وكم كان على حق ذلك المؤرخ الفرنسي الذي قال قبل خمس سنوات أنتم العرب كنتم تعزون ذلك المشروع تقليدا لصيونية أفلا ترون أن إيران باتت هي أداته الرئيسية وقد تعددت الأسباب والكارثة واحدة بات صدام الطائفيات الوجه السائدة لصدام الهمجيات في المشرق العربي الراهن وليت جيل الربيع العربي يستلهم كلمات إبراهيم اليازجي في قصيدته الشهيرة تنبهوا واستفقوا أيها العرب مثلما استلهم كلمات أبي القاسم الشابي في قصيدة إرادة الحياة عندما قام بانتفاضته الرائعة قبل ست سنوات خلوا التعصب عنكم واستووا عصبة على الوئام ودفع الظلم تعتصبوا طريق العماد بيشيل عون في رئاسة لبنان لن يكون معبدا بزهور ومزينا بها بل ستغطي الدماء والحروب الصراعات شقا كبيرا من طريقه إن أراد السيرة فتم تحقول ألغام تحيط بقصر ظل شاغرا لما يفوق العامين ومع ذلك فقد اختفل اللبنانيون بصعود عون إلى الكرسي الخطر جولتنا المصورة تنقل جزءا من احتفالات اللبنانيين بالمناسبة والصور وردت في صحيفة الشرق الأوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة